وإلى الضفة الغربية حيث قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحام جواد بولوس إن الأسرى الفلسطينيين يدرسون تنفيذ خطوات احتجاجية ضد الأوضاع القائمة لسيما سياسة الاعتقال الإداري عقب قيام الاحتلال باعتقال مئات الفلسطينيين إداريا والذين تجاوز عددهم الخمسمائة معتقل وأشار بولوس خلال زيارة قام بها اليوم إلى سجن عوفر الإسرائيلي إلى أن الأسرى يشتكون من حرمان عائلاتهم من الزيارة وفي كثير من الأحيان يتم إرجاعهم عن الحواجز رغم حصولهم على التصاريح اللازمة للزيارة إضافة إلى أنهم يعانون من النقص الكبير في الحاجيات الأساسية كالأطعمات والملابس وذلك لعدم استلامهم مبالغ الكنتين وأشار بولوس إلى أنه نتيجة لتزايد أعداد المعتقلين في الأوينة الأخيرة فقد تم توقيف أكثر من أكثر من 600 معتقل داخل السجن في فترة وجيزة ما أدى إلى خلق أزمة حقيقية في توفير المواد الأساسية للموقفين الجدد